الجمهور كان محتشد ليشجع الأهلي وفيوتشر ويفوز الأهلي أربعة اتنين والجمهور بلون الأحمر البهجة هبدأ بالبهجة البهجة هي عنوان كده بيبقى موجود في القلوب وعلشان كده نهاية العام وبداية عام بتلاقي أمنيات كتير طب أكتير مننا بيقول هي حنقضيها أمنيات الأمنيات والأحلام هل تتحقق الأمنيات والأحلام وتتحقق إزاي؟ تتحقق يعني مجرد أن أنا أعمل شوية أمنيات وعلق على شجرة أعياد الميلاد أمنياتي وأحلامي ولا تكون الأمنيات مبنية على عمل وعلى تفاؤل ناس كتير جدا قدام الأمنية وناس كتير جدا أعرفها تحط أحلامها وأمنياتها مكتوبة وتبدأ تحقق وكل ما كان الطريق فيه مصاعب وكل ما كانت الأمنية حتى إن كانت صعبة بس فيه طريق وسلم بنطلعه الدنيا بتعدي وبتبقى الأمنية كده تحس إنك نعم لقد حققت هذه الأمنية أو أمنياتي الأحلام محدش يقدر يمنعها أبدا لكن الأحلام وإحنا قاعدين بلا عمل ما بتبقاش أحلام فعلشان كده الأفضل دايما إن أمنياتنا وأحلامنا تبقى مرتبطة كتير جدا بالعمل بتاعنا هو ده اللي بياخدنا دايما لقدامه بيخلي المشوار على فكرة طعمه أحلى كتير من الناس لو أنت شفت الماراثن وهم بيجروا كتير لما بيجري ويتعب وبيوصل لحد آخر نقطة ويبقى بيشم نفسه ونفسه خلاص مقطوع من كتر المجهود لكن حس إن هو عمل المجهود ده ويستحق النجاح ده فالنجاح دايما مرتبط بعمل مرتبط بمشوار مفيش حد بينجح أبدا هو قاعد كده أبدا دايما النجاح مرتبط بالعمل ومرتبط بمجهود كبير الناس الحقيقة بتقدر تثبته طول الوقت نهاية عام وبداية عام يعني تفاقل حلو بأيام وتنتهي عشرين تلاتة وعشرين ونبدأ بالخير بإذن الله نحاول بعشرين أربعة وعشرين حتى وكانت الأزمات لكن دايما في وسط الأزمة في طريق حتى لو سغير نور نحاول نمشي في الطريق